كانت واحد الملاحظة اللي كيبليتها يتستاهل انها تناقش لما عمار في الحصة الفيتاء كان توقف عن الكلام ومن بعد من اللي استرجع الكلام قال او ديره كان الادان دكشي علاش انتظر بغي متحنا نعرفوه نستصروا ونعرفوه شنا هو المعطيات الحقيقية اللي عندهم اللي احنا يمكن ما عندناش مولا عمار لك ما فقدناك ماكم غيري سلي الادان وكشي علاش شكرا ابو بكر على التوضيح وتنعتقد بانه الامر واضح الان لانه سياق دي الكلام كان على عافو وهذا فابتالي الاخبار زائفة اخبار كده تنعتقد بانه شي غير كلام لا محل له من ال من الاعراب ولا ولا شي حاجة من هذا القبيل كانت ملاحظات دي الناس اللي رحبوا بزاف بالريحية دي الفريق كيفاش كيتعمل دون عقاد دون صعوبات وكده يعني هذا هو الغالب ولكن كانوا بعض الناس اللي يستغلوها اولا اللي عن حسنية اعتبروا بانه لا هذا راه التمرير دي الخط او لا عدم وضوح في الخط التحريري دي البرنامج ولا كده احنا ديالنا التحريري في هذا الموضوع هذا واضح جدا هو اننا نحترم القناعات ديال بعضنا بعد نحترم شعائر ديال مختلف مكونات المجتمع المغربي كان نعتبره عادي جدا الى واحد منا بغى يوقف لانه كان الادان وابغى يحيي الادان وكده هذا ما يمكننا الا نحييه ونحترمه الحاصل ان عمار لما كان توقف في هذه المدة ماشي لانه اعتبر بانه اذا كان نداء للصلاة كيخصو يوقف اي نشاط كيقوم به بل لان الادان جامع قريب له بزاف وبالتالي كان مستحيل انه نسمعوه بشكل جيد والادان بجانبه حتى انتهى الادان عاد تمكن انه يتكلم معنا بشكل ثالث شكرا عمار